بداية ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القيد العلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء الاجتماع تناول مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية وعروضا منها القوانين الاساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة بالاضافة لتمويل المؤسسات الناشئة وكذا متابعة انجاز وتجهيز مشروع المدينة الاعلامية الجزائرية الجديدة وبعد افتتاح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اشغال الاجتماع ثم الاستماع الى جدول الاعمال وعرض السيد الوزير الاول لنشاط الحكومة خلال الاسبوعين الاخيرين أصدى السيد الرئيس الاوامر والتوجهات أصدى السيد الرئيس جملة من الاوامر والتوجهات التي تفصل فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر